احصائية منسية بإحصائياتنا لليوم لأنه إحصائياتنا لليوم لأننا دائماً بيكون في عنا تجديد في إحصائياتنا في الأردن الإحصائيات اليوم مستوردة من وين؟ من أمريكيا أمريكيا هذا في جماعة الخير جدل قائم من زمان أول ما ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتحكي أنه لا إلى أثر سلبي الناس بتحكي لا والله أثرها إيجابي ناس مع ناس ضد كان في نوع من أنواع الدراسات في المجتمع الأمريكي بس لفئة المراهقين الآن بعض المراهقين بالنسبة لهم وضوع السوشال ميديا دراما زيادة ضغط نفسي يعني وضعها سيء البعض الآخر بيشوف لا والله فيه إيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي عم نقدر نتواصل مع أصدقائنا نقدر نتعرف على نحكي ثقافات مختلفة نقدر نفهم وجهات نظر أخرى ونسمع عنها الآن في البعض بيقولك أنه يستيل عزيزة من الشريحة التي تم استهدافها البعض ويقدر هذول البعض بـ 45% أنه بيقولك تعب نفسي ودراما على مواقع التواصل الاجتماعي ليه؟ لأنه أنت تدخل في مقارنات غريبة مع الآخر فممكن هذا يأثر عليك سلبياً صح دراما ليه؟ لأنه يعني فلانة علقت على فلانة فلان حكا عن دراما بتنتقل الدراما اليومية من الحياة الطبيعية لمواقع التواصل الاجتماعي 43% يشعرون بالضغط المجتمعي الناتج عن الحاجة لنشر صور تظهرهم بمظهر جميل وملفت للآخرين هون موضوع النصب بمعنى أنه نحن ننصب فيما يخص مشاعرنا ويمكن الدليل الأكبر أنه جد جد يعني يمكننا كلنا قاعدين بعادي لا يوجد فينا مبتسم يمكننا مكشرين متضايقين مضغوطين بغض النظر أنا أول ما ينمسك التليفون يصفي سيلفي أو كاميرا تجد كل نصب الاجتماعي أنا أنا مبسوط تمام؟ فهذا بالنسبة لبعض من المراهقين يشعرون أنه في ضغط مجتمعي هناك 37% يشعرون بالضغط النفسي بسبب الحاجة لنشر محتوي يجلب العديد من الإعجابات والتعليقات بالنسبة لهم أنه بالله مثلا أنا نزلت صورة وما لاقت عدد كافي من الإعجابات فهذا يعني نوعا ما تحز ببالي بالمصطلح العامي فبالتالي تحسسوا أنه هو أقل من أن يكون جدير بإعجابات ممكن سين وصاد من الناس يعني خلاص هو مثلا برأيه أنه يعني لازم أنا أكون مقبول من هذه نحكي الشريحة ومن هدول الجماعة مش عم بلاقي منهم إعجابات فبالتالي هاي بتدخل يمكن بثقتي بنفسي صح أرب المية حكي لنا أنتي ست علي عن الجانب الإيجابي أنا اللي شفته بنفس الإحصائية اللي كنت عام تحكي فيها أنه المفاجأ أنه بالنسبة لهاي المراهقين الجانب الإيجابي بالنسبة لهم كتير أكبر من الجانب السلبي فمثلا واحد تمانين بالمية منهم بيحسوا بيقرب أكتر لأصدقائهم 69% منهم بيحسوا أنه مثل ما حكيت قبل شوي السوشال ميديا أعطاهم الفرصة أنهم يتعرفوا على ناس من ثقافات أخرى ويعني خلفيات متنوعة وبس يعني بنظري أنه هلا أنت مثل ما حكيت الإحصائية درست فئة المراهقين بمثلا شريحة معينة بالولايات المتحدة الأمريكية بحس أنه الدراسة ككل ولو أنها كانت مبنية على معطيات هيك صحيحة إلا أنه لا نستطيع أن نأخذ فيها كثير لأنه بالآخر هذا الجيل الذي يسأله بهذه الإحصائية أو الاستطلاع الرأيي جيل انولد مثل ما بيقوله والآيباد بإيده يسمونه GENERATION Z اللي هو يعني دعنا نحكي مولودين إذا بنا نحكي مراهقين اليوم مولودين دعنا نحكي بعد 2000 و... 2000 دعنا نحكي بعد 2000 2005 فهذول الناس لا يستطيعون يقارنون بين ما يعني أن تكون على مواقع التواصل إجتماعي مقارنة مع أنك ما تكون عليهم فمش كثير هم فعليا هم جيل السوشال ميديا فبالغالب يعني ما بعرف هلا بناء على أنه أساسا نفسنا إحنا مش عارفين إذا السوشال ميديا إيجابية أو سلبية تلاقينا حتى محتارين نحن نحن من قدم السؤال للآخر لأنه البعض بيشوف أنه بيشوف أنه السوشال ميديا إليها ثر إيجابي فبالتالي يعطيها لايك إيجاب أو البعض الآخر يشوف أنها إثار سلبي فبالتالي يعطيها ليس لايك يعني ليس إعجاب صحيح لأنك الواحد دائما يجب على السوشال ميديا يعمل إجابة للناس التي يؤثرون فيه بطريقة إيجابية والناس الذين يجعلون يشعرون بشكل أو شعور سلبي يشيلهم من اللسط ويريح رأسه صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة